تحركات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في إطار تنفيذ اتفاق السماح بإعادة تصدير النفط مقابل إلغاء قرارات البنك المركزي ضد البنوك التجارية في صنعاء كانت وجهة العليمي إلى محافظة حضرموت وهي ثاني زيارة له خلال عام حيث يسعى إلى استئناف تصدير النفط المتوقف منذ أكتوبر من العام 2022 جراء استهداف ميليشيا الحوث لموانئ التصدير في الضب والنشيمة وفق مصادر حكومية لكن تلك الخطوة تصطدم بمطالب مكونات قبلية وسياسية تشدد على ضرورة منح المحافظة حصة من العائدات لتحسين الخدمات في ظل الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية العليمي من أجل امتصاص غضب الشارع في حضرموت قال إن هناك مفاجآت من قبل الحكومة ستكون جاهزة بداية العام المقبل ولم يكشف العليمي طبيعة تلك المفاجآت التي يراها مراقبون بأنها عملية تخدير لا أكثر من أجل التمكن من تصدير النفط ما يجري اليوم يضع الكثير من التساؤلات إذ يتمحور الحديث حول الموارد الواقعة تحت نفوذ الحكومة دون التطرق للموارد الخاطئة لسيطرة ميليشيا الحوثي يأتي ذلك في ظل تسريبات بأن يتم تحصيل الحكومة لعائدات النفط بالكامل خلال مدة ستة أشهر قابلة للتمديد وتتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال الفترة نفسها تبقى موارد ميناء الحديدة وضرائب كبار المكلفين وعائدات الاتصالات والإيرادات الزكوية وقانون الخمس والاستيلاء على مؤسسات وشركات القصوم السياسيين وعائدات الطيران وغيرها موارد بيد ميليشيا الحوثي دون المساس بها فيما المؤشرات تتجه صوب ما تبقى من موارد بيد الشرعية فقط يغيب مصير القوانين والإجراءات الحوثية دون أن يشملها الاتفاق الذي يلزم الحكومة فقط ومن تلك القوانين التعسفية قانون الاستحواذ على الودائع واستثمارات البنوك في أدون الخزانة المسمى بقانون منع المعاملات الرابوية إلى جانب الإبقاء على الانقسام النقدي واستمرار رفض الميليشيا التعامل بالطبعة الجديدة من العملة وكافة الإجراءات الأخرى المرتبطة بمنع دخول السلع من مناطق الشرعية ومنافذ الجمارك البرية والجبايات غير القانونية فهل المرحلة القادمة تؤسس تقاسم موارد الشرعية فقط وضمان مصالح الميليشيا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة